اشتركوا في القناة وسبول تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة في إطار ما يربط بين البلدين من اتفاقيات مشتركة في العديد من المجالات وجهود اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الصريقين وبحث الجانبان مستجدات العوضاع الاقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين والوضع في قطاع غزة والجهود العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية ودفع العملية السلمية في شرق الأوسط لتحقيق السلام العادل الدائم في المنطقة بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما استعرض وزير الخارجية مع الوزير المجري مخرجات القمة العربية والتي عقدت في السادس عشر من مايو في مملكة البحرين ومبادرات إعلان البحرين والتي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه واعتمدتها القمة بما فيها الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في شرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية حيث تم التأكيد على أهمية دعم جهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار ترجمة نانسي قنقر موسيقى